أول سر من أسرار السعداء أولاً في قلوبهم طمأنينة أن رزقهم مكفول مضمون اللي امتعبنا إيش؟ امتعبنا أننا إذا ما لحقنا خلف الرزق فإن الرزق يهرب ولتلقى بعضنا شفتيه قد بيضت وثوبه اتسخ وعينه شخصت ويركض ويرايح أطلب الرزق وحرام وراحت علي وكسب فلان وأنا ما كسبت وقهر ياخد دنيا حظوظ والله أنا مع فلان كلنا بعنا كسبه وأنا ما كسبت ويقطع أظافره ويقطع شفتيه ويتأوه على الليالي والأيام من أسرار السعداء أنهم قد ضمنوا أن الله الذي رزقهم في أرحام أمهاتهم لا يضيعهم وقد دبوا على الأرض وبعضهم قد شابت لحيته اطمئن فإن السعادة كل السعادة أن تعلم أن الرزق مكفول مضمون الواجب عليك أن تبذل السبب أن تبذل السبب لا ذكاؤك لا ذكاؤك لا ذكاؤك يجلب الرزق ولا غباءك يدفع الرزق ألقيت محاضرة في قرية فسألت عن أغنى أهل القرية قالوا عجوز لا ولد لها ولا زوج ولا والد عمياء رصيدها بالملايين وسألت عن أفقر أهل القرية ذكي يسرق الكحل من العين من ذكائه وهو أفقر واحد في القرية ذكي شاعر متكلم يستطيع أن يقدم ويؤخر ويتكلم عليك ويسرق اللي في جيبك بذكائه وهو أفقر إنسان لا غباؤها ولا عجزها ولا عينها التي فقدت النور منها أفقرتها لذا من أسرار السعداء طمأنينتهم أن أرزاقهم مضمونة مكفولة كما أنهم إذا قرأوا بين يدي الله إياك نعبد وإياك نستعين إنهم يتوكلون على الله حق توكله والحبيب يقول لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا السر الثاني من أسرار السعادة أيضا أن السعداء ليس عندهم وقت للعطالة ولا للبطالة ألاحظت النوم اللي نام بعض شبابنا نايم على السرير ويقطب جبينه ويطقطق ظهره ويمطي يديه يا شيخ تعبنا ما لقينا وظائف ليه لأنه يبغى وظيفة بالملف الأخضر تحت مكيف سبلت والمنظر ينظر للشاطئ البحر والكورنيش يبغى عمل كتابي أخرج فإن السعداء لا وقت لهم للنوم السعادة لا تجلب بالنوم وأتحدى واحد ينام طويلا ويسعد طويلا السعداء نومهم قليل عملهم كثير إنجازاتهم ظاهرة ليس عندهم وقت للعب ولا للضحك ولا للقهقهات ولذلك أحد أكبر ما دمر السعادة عند شبابنا التمطي والنوم والكسل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل العجز والكسل الكسل اللي فيه بعض الشباب أبي راتب خمسة آلاف ريال دوام واحد يبدأ تسعة أخلص على أدان الظهر حبيبنا يبغى لك مصنع في اليابان يصنع لك هالوظيفة من قال لك في وظائف كذا اتعب انصب العرق لذيذ أفضل السعداء في الحياة هم أهل الإنجاز أنا لو أبني بيت سنتين إذا سكنت أبنائي في البيت ودخلوا الباب نسيت السنتين ولا لا أنا أذهب للحج وأتعب وأمشي وشمس لكن إذا طفت طواف الوداع نسيت التعب وقلت يا ربي يا ربي استقبل وهكذا إذا درست أربع سنوات في الكلية تعب حفظ واجبات حضور دكاترة أحيانا ثقيل يضل بعضهم ويضلبني هذا وأتعب مع هذا لكن بعد ما أخذ الشهادة في حفل التخرج أنسى التعب ولا لا يا شباب من اللي ينقهر ويموت كمد هو اللي كنت أقول له أدخل معي الكلية وما دخل اللي قلت له توظف معي ما توظف نبني البيت ما بنى أني حج الحج من اللي يتندم عليه إذا رجعوا الحجيج وحالقين الرؤوس بالموس وأنا داخل تحت البطانية نايم ودخلوا وقد كسبوا الجنة خرجوا من ذنوبه كيومي ولدتهم أمهاتهم ضربت يدي على يدي آه الكسل والله لو رحت أربع أيام ورجعوا بالجنة الكسل عدو للسعادة الكسل لا تقول أنا تعبت أنا داوم 12 ساعة 13 ساعة 18 ساعة العمل دائما إذا كان فيما يرضي ربك وكنت تعمل وأنت تتقرب إلى الله بالعمل على أنه عبادة أنت في سعادة أنت في سعادة العطالة البطالة النوم الطويل السهر الطويل بعض الشباب الآن يقول نايم النهار ولا لا ترى بعضكم جاي من السريب صحيح من البطانية جاي للخيمة هنا عندنا هنا نايم النهار وسيستيقظ إلى قبيل الفجر أتحدى واحد يسعد وقد قلب نواميس الكون وقلب سنة الله جعلها لعباده جعل الليلة سباتة الليلة لباسة النهار معاش يعني إذا نمت في الليل آسف نمت في النهار واستيقظت في الليل أتحداك تسعد أصلاً الأرزاق راحت في البكور الأرزاق راحت مع النور الأرزاق راحت مع الشمس وانت قايم لي يا الله يجزاك خير يوم غربت الشمس رحت وتتعشى وتتمشى وتضحك وتذهب وتسهر تنام عن غير الطاعة وتستيقظ على مكروه أو محرم فيا أيها الأحباب من أسرار السعداء أنهم يعملون وليسوا بأهل كسل ما تلاحظون بعض الناس دائم من يوم تقول له نطلع أوه نروح يا شيخ العمرة أوه نقرأ كتاب أوه الله يجزاك هذا يأنه الليلة مع النهار ودائما يستكثر العمل طيب نقرأ جزء أوه نجلس إلى طلوع الشمس يا أخي صلى الله إلى الفجر جماعة ننتظر أوه بسم الله عليك الرحمن الرحيم هذه حياته آلام هذه آلام ولذلك دائما هذا مصاب بماذا مصاب بالعجز مصاب بالعجز مصاب بالكسل اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل من أسرار السعداء أيضا إذن أنهم لا وقت للعب عندهم لهم وقت يستمتعون فيه لكن تضيع العمر ما تلاحظون بعض الناس الآن طالع من المكان رايح إلى مكان رايح للمكورنيش ليه طالع للمنتزه الفلاني لما جالس على الرصيف لماذا جالس فوق التندة ليه فاضي عمره ضايع لذلك لا يسعدون والله لا سعادة إلا بالإنجاز السر الثالث من أسرار السعداء من أسرار السعداء أنهم إذا خلوا زادت عبادتهم وغيرهم إذا خلوا انتهكوا طاعة ربهم أحبابي مع الآيباد والآيبود والجالكسي والآي آي كلها آلام كأنك تضرب واحد أبر هذه الأجهزة التي الآن صارت في حياتي بعضنا كثيرا بعضنا الآن دبلي ودبلي ويدخل على ما شاء تدخل اللي تبغى وتسكر الباب وهو الآيباد قدامه وسعابيلة طائحة وداخل وكلما ينظر للباب فتح ولا ما فتح ويتأكد الباب مقفول ولا مش مقفول يا مسكين يا أرعن يا عدو لنفسك يا شقي انت الآن خايل في الباب يفتح يدخل مخلوق الخالق يراك يا مسكين وأنت لا تدري السعداء من هم الذين إذا خلوا زادت عبادتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سعداء رجل قلبه معلق سعداء دعتهم رأة ذات منصب وجمال دعتها الشغالة دعتهم رأة دعته ألي غيره قال إني أخاف الله كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أولئك الأشقياء من أسرار السعادة أنهم في الخلوة يصابون بخوف وقشعريره ودمعه وبكاء ويعيشون لذة المناجات لرب العالمين والله سعداء سعداء بعض الشباب يتمنى يتمنى يدخل البيت ما في أحد يتمنى ما يلقى الخادمة بالحال يتمنى يغيرون الجوال عشانه يتمنى بالنت المفتوح من يوم نشوف الواي فاي أوبن ما شاء الله يجيك داخل على يركض فرصة أدخلها حمى مسكين أقسم بالله ما عصى الله عبد إلا وشقي نتفق ولا لا شقي لذلك من أسرار السعداء عبادات الخلوات عندهم كثيرة بينما الشقي عبادات خيانات الخفاء عنده كثيرة من أسرار السعداء إذن أنهم في الخلوة أعظم حالا من الجلوة كلما خلوا بربهم ناجوه أحبابي واحد يسجد في مكة أحد الشباب أخذ عمره يقول فلما طفت وسعيت جلست أمام البيت أدعو الله صلى بجواري شاب شاص فمه بالسواك ثم كبر يقول أنا قمت الليل بـ 11 ركعة وهو سجد سجدة كاملة أكثر من أربعين دقيقة وهو مفترش الأرض محتضن الأرض يناجي رب السماوات والأرض سعيد ولا موسعيد طيب ما رأيك لو واحد يقول واحد واحد مطفر شباب واحد ما معه ولا ريال جاء قال له تعال وقف عند بابي هذا بيتي وقف عند بابي على رجل وحده ثلاث ساعات أعطيك ألف ريال يوقف ولا ما يوقف يوقف على أصابع يا شيخ ليس على الرجل لأن بعد التعب يأخذ ألف وإذا عطاه ألف قال ما رأيك وقف على راسي وتعطيني خمسة يعني يتلذذ بالوقوف بين يدي المخلوق ليعطيه مع أنه يذله ويهينه ويحتقره أما تقف أمام الله لتعتز أما تقف أمام الله لتزداد إليه قربا أما تقف أمامه لتسعد السعادة في جوف ليل سجدة تبكي وتناجي خالق الليل والنهار يا رب يا رب شبابنا بعضنا يقول فلان حظه معاه واسطه عطاه وعينه وفلان سلفه وفلان زوجه وفلان كفله نمدح الخلق إذا أسدوا إلينا المعروف مع أن الخلق ما أعطونا إلا لأن المعطي جل وعلا أمرهم وهو الغني الذي أغناهم فلماذا نبحث عن السعادة عند المخلوق أسجد أسجد لله لذلك من أسرار السعداء أنهم يتلذذون يتلذذون بمناجاة الله هل أنت تلذذ تلاحظون الآن اللي يبغى منك سلف الله يرحم والديك وجعل أمك في الجنة والله قدر الله عليك والله يجتني ظروف وبعدين في يقول الله يعطيك يقلب وجهك يعني نال الله نال إليه وتجي للثاني تجي لأبوك تجي لأخوك جوالي خربان كب عليه حليب مدني موية خربان أبي غير أرحم والديك خمسمائة يا شيخ بلى أنك دعي لعميان أنا لله ويروح يطق الأبواب كلها إلا باب الله مسكين عد إلى الله واطرق بابه من أسباب السعادة أيضا من أسباب السعادة الإحسان إلى الناس أسعد الخلق من هو هو الذي ينقل السعادة إلى القلوب المتصحرة وإلى القلوب المتألمة أسعدنا هو الذي يقسم اللقمة من فمه إلى لقم إلى فم آخر إذا لبس حرص على أن يلبس إنسانا ما كان أن يلبس لولا أنه أعطاه من عطية الله له السعداء السعداء دائما يفيضون بالخير منهم إلى الغير يرجون رطاعة الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور أشقى الناس الأنانيين أناني بعض الناس تعرفون القعيطي يقولون القعيطي بعضهم جيبه من دخله كان آمن ليس المسجد الحرام إذا دخل الريال ما يطلع يقول لأخو أعطني خالة جارة زميلة أبدا أنا أبسط نفسي أشقى الناس الذي يعيش أناني يسعد نفسه يضحك نفسه السعادة لا تكون نعمة حتى تنقسم بين اثنين السعادة لا بد تنقسمها بين اثنين اللقمة ليست لذيذة اللذيذة في اللقمة أنها ترى نفس طعامك يأكله فقير نفس ثوبك يلبسه محتاج أن تفرج كربة إخوانك أن تنفس عنهم لذلك من أسرار السعداء أنهم في الحياة ما يعيشون لأنفسهم إنما يعيشون لغيرهم يعيشون ولذلك أجمل تعريف للسعادة خلوكم معي أجمل تعريف للسعادة إدخال السرور إلى النفوس الحزينة ما ألذ أن يكون مهندس أعظم هندسة أفضل من هندسة النانو الدقيقة وأفضل من هندسة الكمبيوتر أفضل هندسة أن تدخل السرور إلى قلب تصحر وجف فيورق ورقة ما كان يظن الضعيف هذا أنها ستنبت لولا أن الله أمرك أن تسقي ذاك القلب المتصحر ما أجمل أن تفرج عن إخوانك من أداء أنهم يعيشون لإدخال الفرحة لنفوس الناس أنا أبنائي يسعدون ثوب جديد طعام جديد حلوة جديدة أحدهم قال يا شيخ أبغى أسعد وهو عنده مال تبغى السعادة قال نعم قلت اذهب إلى السجن السجن من السجوننا وأخذ معك مئة ألف مئتي ألف من مالك ثم أطلق السجناء أصحاب الحقوق الخاصة وأطلقهم قبل نهاية رمضان وأدخلهم على أهلهم تصور طفله ما كانت تظن أن والدها سيعيش معهم العيد فإذا الوالد يدخل بالبطانية معه ويضم أطفاله فيعيشون العيد عيدين والسبب أنت والله إنها فرحة ليست في قلب الصغيرة ولا في قلب السجين إنما في قلب من أحسن من إحسان الله السعادة أن نبحث أن نبحث عن القلوب المتألمة ونشاركها الألم ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من أسرار السعداء أيضاً خلك معي الرضاء بالقضاء ما يتأسفون يا أخي قهر فلانا طلقت تقطع شعرها طلقني ظالم مجرم قضاء الله وقدره سيارتك جديدة طالع من المكان سيارة جديدة شرتها بمئة ألف جاء واحد وصدمها ما صدمها من حوله وقوته ولا من قضائه وقدرته إنما قضاء الله قل الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير وانزل وسلم عليه الحمد لله على السلامة ثم تعامل مع قضاء الله من سعادة السعداء ومن أعظم أسرار السعادة أنك إذا وقع عليك القضاء تبتسم مو بتكشر تبتسم لأنه وقع بحول الله ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم كل شيء بقضاء وقدر كل شيء ليس في كوننا صدفة ما في شيء يا أخوان صدفة ولا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله وأن ترضى بالقضاء خيره وشره بوابة من أعظم بوابات السعادة ما تلاحظون يا أخوان الآن اللي منا خسر في الأسهم ضيق تصدوركم صحيح واللي منا أحبابي طلق امرأته واللي منا فصل من عمله أو الذي بترت قدمه أو الذي قطعت يده أو الذي مات طفله بكاؤك أخبروني هل ردت الدموع غائباً أسألكم بالله اللي بكى على حبيبها اللي مات أمه أبوه اللي بكى على سيارتها اللي صدمت المرأة اللي بكت طلاقها أو موت زوجها أو موت ابنها هل ردت الدموع لكم شيء؟ لا والله هل ردت الآلام والحسرات شيء؟ لا والله السعداء من أسرارهم يسعدون فوراً وقوع الخطب ويرفعون العين لله إنا لله وإنا إليه راجعون يفوضون الأمر لله لذلك سعداء أيسعد إنسان والله يعخذ منه؟ نعم لأنك تحب الله ألا تحب ما يحب الله؟ لماذا لا تسعد؟ لما مات ابنك الله يحب ذلك شاءه قدره أمر به أن تشتخلك أن تشتخلك هو خلقه وقبضه أنت مالك دخل أنت لك أن تستسلم ابن لعبدي بيتاً وسموه بيت الحمد لمن هذا البيت؟ قال للذي سأل الله ملائكته عندما قبض عندما بقي أو قبض الله هذا الصفي ماذا قال؟ ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد معظم الآلام اللي يعيشها كثير من الناس وعدم الرضا وعدم السعادة أنهم يفكرون مركب مرايات تعرفون المرايات الجنب؟ دائماً هذا اللي تسير في السيارة بعضنا حياته ما ينظر قدام يمين طيب قدام لا لا اللي وراء 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 يا أخي أنا لو أعطيك عصيراً ترى هذا موياً مو عصير ما جابوا لي عصير لكن ما عليش بس أكون سعيداً وسأشرب على أنه عصير أقول العصير لو عصر وأعطيه إنسان قيل له اعصر العصير واش تقول لي يا شيخ تقول العساماش هذا يا شيخ عصير وأعصره طيب هموم أمس تطحنها اليوم مجنون أنت اللي أمس راح تعصر العصير ليه أعطيك دقيق أقول اطحنه فتح الكيس يا شيخ دقيق لاه معنى اطحن طحنه رد قد أطحن أطحن واش تقول لي يا شيخ عصير ما أشر أطحن طحين هذا حياته الأشقياء حياته أهل الشقاء النساء والرجال يطحنون الطحين ويعصرون العصير ومخايفين من بكرة ومبكيهم أمس ومضيعين اليوم يا أخي الحبيب عش هذا اليوم عش السعادة هذا اليوم وارض بقضاء الله أنت ابن اليوم أحبابي من أسرار السعادة أيضاً غداً ليس دائماً يكون أجمل بعضنا ينتظر السعادة ينتظر السعادة افخرب اليوم وماجهت بكرة وأمس أسوأ من اليوم بعضنا ينقل الملفات السود من يوم اليوم يشيشي يوم الجمعة يفكر في يوم الجمعة طيب إنه يوم السبت فكر في يوم السبت يوم الأحد أن يكون أفضل أنت بين يديك بين يديك لذة وسعادة ستقوم بعضنا الآن حتى أطفاله كبروا ولم يتلذذ بهم أي والله كبروا عياله ما سعد بهم ليه ينظر بكرة تزين نبني نستأجر نرمم نؤثث نشتري ولا بنى ولا رمم ولا أضيع عياله وصار حين عبودي في أولى ثنوي الله عزاك خير يوم في أولى ابتدائي لماذا لم تداعبه بعضنا ضيع السعادة ضيعت السعادة أنت سعيد بما عندك أحبابي سعاداء كلكم لماذا صليت المغرب الحمد لله أحد منكم أحبابي في سرطان أحد منكم أحد منكم ينام بمهدئات أحد منكم يشك أنه سيتعش الليلة أحد منكم أطفال رائعون أحد منكم الآن يسمع صرخة بيت السقط على أبنائه بتدمير لا في أمن في أمان في عافية في نعمة طيب تسعد لماذا تسعد لماذا لا تسعد أحبابي أنت والغني سوا يقول الله جل وعلا يقول ابن آدم ما لي ما لي وهلك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت أو أمضيت اسعد يا أخي الحبيب بعد أن تصحح القلب وتخرج منه كل مظالم حتى تبقى سعيد إذن من السعداء الذي من أسرارهم أنهم يرضون بقضاء الله يرضون بقضاء الله وتلقى بعضنا ما يقول رضينا عض على براطمك رضينا يا شيخ ما رضيه حتى يرضى القلب وتقول يا أخي قلنا لله قال يا أخي قلها الله يرحم والديك يقلها بطلاقة فليكن قلبك متواطئ مع لسانك عليها تزعلون علي اللي فيكم شيب تلاحظون يا شباب أنا ترى من اللي فيهم شيب للمعلومية يا أخوان الشيب تلقون الأيام هذه كثر تدرون ليه ليس للعمر ليس للعمر بل نحن عشنا نعيش الآن رفاهية ما عاشها أجدادنا ولا آباؤنا أي والله معظم اللي شيبوا وهم شباب من التفكير بعضنا لو تحط على راسك إذا دله على توصل لحتها مهيلة على ما قيل ولو تحط كسرة عود طيب الناس كلهم حرارة يطبخ الله يجزاك خير التفكير قلق دائما مكتهب خايف من بكرة ولذلك تلاحظون اللي يأكلون أصابعهم كثير وتلقى بعضهم اللي دائي إذا حط على رجلة يهز رجليه ترى أن يهزون رجليهم وبعضهم مع السبحة طاعة 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 لو تنقطع السبحة كان صارت رصاص يا أخي لماذا هذا الشحن الذي في نفوسنا لماذا أخواني هذا الشحن وهذا الشيب هذا معظم من التفكير يا أخي طمئن والله بكرة يوم الأحد غصب عنكم عني ولا لا طاعة بكرة الأحد تبقى تخليه خميس ما يصير وبكرة بتطلع الشمس غصب عني وعنك وسريد يرزق الله عباده وسيكون الله جل وعلا هو الرزاق ليس أنت فلذلك اطمئن الكون لست الذي تديره فاطمئن وكن سعيدا ومن أسرار السعادة وهو سر من أعظم الأسرار أن تكون فرحا بالنعم إذا نزلت على إخوانك المؤمنين ما رأيكم يا أخبابي هل أنت تفرح بنعمة الله على واحد ما تحبه يعني الآن أنا ما أحب واحد وهو زميلي صديقي عايش معي في الحارة والآن أخذ الدكتوراه وملك المئة مليون وبنانه برجين في مكة وثلاثة أفراج في جدة وأنا لازلت في الددسن غمارة وهو جاني بالسيارات والعالم يحبه الخشمه وصاحب السعادة وماذه الآن علمت أن هذه العمارة الطويلة يملكها فلان اللي كان زميلي وقريني وكنا نتضارب ونحن في الشباب والمشيء في الشباب فقط هل أفرح بنعمة الله على أخيه هل أقول اللهم بارك له أو أعظ على شفتي يقول الدنيا حظوظ مهوب كفو هذا مرض في القلب السعداء يفرحون بنعمة الله على إخوانهم كأنما حلت بهم وأقول لك كلمة من الأسرار من الأسرار أي واحد مننا أي واحد مننا ما يفرح بنعمة الله على المؤمنين ومع عليك على المؤمنين اللي أنت ما تحبهم بين قوسين اللي بينك وبينهم مشاكل شوي ها واحد كان أنا وياه خطيب هو خطيب وأنا خطيب صار أعظم مني اخفي الخطابة وأفصح أنا معلم وهو معلم وصار أفضل وصار مدير وأنا لازلت معلم فلان عندي بعثة وأتنافس وإياه أخذوه للبعتة وما أخذوني فلان أخطبت فلان وهو خطبها عطوها هو وما عطوني ها يالله خربان القلوب كذا تفسد القلوب إذا لم نسلمها على إخواننا إذا لم نكن نفرح بنعمة الله على إخواننا الذين لا نحب بالذات فإن السعادة سترحل قليلا من حياتنا من أسرار السعداء أيضا أن ألسنتهم بعد أن سلمت قلوبهم من كل غل وحسد ألسنتهم دائمة الذكر السعيد اللي دائما إذا التفت إليه يتمتم بشفتيه يتمتم ما تلاحظوني يا أخوان لأيام هذه عند الإشارات واحد يضحك ما مع أحد بسم الله عليك الرحمن الرحيم عسى ماشر مركب بلوتوه وينكت ويسوله وتلقى بعضهم يكلم نفسه ما تلاحظون كثرة الذين يكلمون أنفسهم أي والله وجدتهم كثيرا لكن هل رأيتم كثرة الذاكرين لله كثيرا ما أجمل يا من يريد السعادة أن تذكر خالقها جل وعلا بلسانك بلسانك دائما مع تواطئ قلبك ما أعظم أن تلهج بذكر الله أحبابي ذكرت الله أسأل واحد منكم ذكرت الله قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة تقدر تكسب في اليوم مليون ريال لا لكن لو تقول هذا الذكر مئة مرة رفع لك ألف ألف حسنة من 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 الشقي هو ذاك الذي لسانه يذكر لذائد الدنيا وما ذكر رب العالمين آخر سر من أسرار السعادة التذكر الآخرة والله ما دمر حياتنا وقطع أوصالنا إلا أننا نعشق الفانية وننسى الباقية أحبابي بعضنا الآن يغبط الناس على بنائهم وعلى وضائهم وعلى سياراتهم يغبط الناس على الفاني لكن ما يغبط فلان ختم القرآن فلان بنى بيتا لله دعوة أن نفكر في الآخرة ونزور أهل الآخرة من المرضى أو الذين انتقلوا إلى قبورهم حتى تلين القلوب وتجري المدامع ونناجي الله واشعر أيها الحبيب بالسعادة لأنك مؤمن تقول لا إله إلا الله وأنت على موعد إن مت على التوحيد أنك لا تدخل النار إذا كنت قد أتيت بواجب التوحيد كاملا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ونزول الأنبياء يا أكرم الأكرمين حرم الحاضرين والمشاهدين عن النار يا رب العالمين واجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة واختم حياتنا بالسعادة واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين شكر الله للمنظمين وللحاضرين وإلى لقاء والحمد لله شكرا للميادة وإلىforenın نا